سيرت الهيئة الاردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية الاثنين الى الاشقاء في الضفة الغربية وتتكون هذه القافلة من اربع شاحنات تحمل على متنها مواد غذائية اساسية وبتبرع من المملكة المغربية من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تم استقبال هذه التبرعات من خلال الجسر الجوية والمكون من ست طائرات بواقع عاشرة طن من المواد الغذائية في كل طائرة هذه المبادرة اشرف عليها شخصيا جلالة الملك محمد السادس نصاره الله وهي تندرج في اطار التضامن المطلق والالتزام التام للمملكة المغربية تجاه شقائنا الفلسطينيين هذه مساعدات انسانية موجهة الى القدس الشريف والى رمالله تنضف الى مساعدات اخرى قام المغرب بتوجيهها الى غزة الى شقائنا الفلسطينيين بغزة بالاضافة الى اقامة مستشفى ميداني متعدد اختصاصات بنفس المدينة يشرف عليه اطباء عسكريون مغاربة واغتنم هذه المناسبة لاشكر جميع الاخوان الاشقاء النشامة في الاردن الشقيق من سلطات مدنية وعسكرية واخص بالذكر الهيئة الهاشمية الهيئة الخيرية الهاشمية التي قامت بمجهود في الحقيقة جبر من اجل تيسير هذه العملية الانسانية وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات ملكية من ملك المغرب محمد السادس للتخفيف عن الاخوة الفلسطينيون نظرا للظروف الراهنة التي يمرون بها هذه القافلة هي مكونة من اربع شاحنات تحمل مواد غذائية واتت بتوجيهات من جلالة الملك المحمد السادس ملك المملكة المغربية من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن مؤسسة محمد الخامس للتضامن استلمنا هذه الشحنة خلال شهر رمضان وهي عبارة عن كانت ست طائرات كل طائرة تحمل عشر طن على متنها من المواد الإغاثية الغذائية واستم إرسالها إلى الضفة الغربية للتخفيف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين نظرا للظروف التي يمرون فيها حاليا أمن عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح أشهد بهذه اللفتة الإنسانية للمملكة المغربية مبينا أن الهيئة ستعمل على إدخال كامل التبرعات إلى الضفة الغربية للأخوة الأشقاء نظرا للظروف التي يمرون بها